بين البغدادي وبن لادن بندقية كلاشنيكوف من طراز اي كي 74 استقرت إلى جانب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في إطلالته الحديثة تماما كما كان يطل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وإلى جانبه بندقية مماثلة ومتمثلا أيضا ببن لادن وإطلالاته بمظهر عسكري ظهر البغدادي هذه المرة مرتديا الجعبة وهذا خلافا للشكل الذي كان أطل به في المرة الأولى عام 2014 بالعمامة وجبة الخلافة وربما أراد البغدادي أن يحاكي العشائر العراقية والسورية من خلال العناصر المحيطة به والتي ترتدي الزي العشائري وليس الزي القتالي لداعش من تموز العام 2014 تاريخ ظهوره الأول إلى نيسان 2019 تاريخ ظهوره الثاني ماذا تغير؟ في ظهوره الأول كان البغدادي واقفا وفي ظهوره الثاني جالسا الأمر الذي طرح علامات استفهام حول ما إذا كان مشلولا فهو لم يحرك رجليه طوال تسجيل المصور الذي امتد نحو 18 دقيقة وكانت تقارير دولية عدة تحدثت سابقا عن إصابته وفي الشكل أيضا بدأ أن البغدادي كسب وزنا إضافيا وأن بشرته بدت بلون أفتح ما يمكن أن يدل على أنه مختبئ في مكان لا يرى فيه الشمس كثيرا أما لحيته التي ازدادت بياضا فبدأ أنه جرى تلوينها بالحنة أين يختبئ البغدادي؟ يعتقد بحسب خبراء أنه يختبئ في الصحراء في سوريا أو في العراق لكن مصدرا استخباراتيا عراقيا كان أفاد السبت الماضي أنه متواجد حاليا في جبل أبو رجمين في تدمر السورية متى حصل التسجيل؟ التاريخ حديث والدليل مضمون كلام البغدادي عن أحداث السودان ولكن التسجيل يعود على الأرجح إلى ما قبل تفجيرات سريلانكا في 21 نيسان والدليل أن الفيلم المصور ألحق بتسجيل صوتي للبغدادي تناول فيه هجمات سريلانكا أما الأخطر فيبقى التوقيت البغدادي وقت ظهوره قبيل بدء شهر رمضان وهي الفترة التي تزداد فيها هجمات داعش وأتباعه في جميع أنحاء العالم